اجراءات احترازية ووقائية اجراءات احترازية وقتها مطار البحرين الدولي لضمان سلامة المجتمع وسلامة المسافرين القادمين إلى أرض المملكة البحرين من خلال اخضاع المسافرين القادمين إلى أرض المملكة للفحص الإجباري بالإضافة إلى مدة الحجر المنزلي من هذه النقطة يجد المسافر القادم لأراضي مملكة البحرين نفسه أمام مشهد جديد كليا حيث ترتبط حركة السفر بمتطلبات واشتراطات تضمن المسافرين السلامة والوقاية وتوفير تجربة سفر آمنة كليا فمع البدء بتنظيم حركة النقل الجوي ويعادة فتح الحركة الجوية أمام المسافرين فإن مطار البحرين الدولي طبق العديد من الإجراءات للتأكد من صحة وسلامة الجميع طبعا نحن في اليوم نستقبل حوالي 16 إلى 17 رحلة وصول لمملكة البحرين طبعا يتلخص الإجراء في الإجراءات الوصول بخمس خطوات سهلة أول إجراء اللي هو المل الفورمة أو البيان اللي ننصح فيه ركاب بملاء قبل الوصول إلى مملكة البحرين ومن ثم التوجه إلى أخذ قياس الحرارة ومن ثم التوجه إلى المكتب الدفع الآلي للتأكد أن الرسوم مدفوعة سواء عن طريق مجتمع واعي أو عن طريق منصات الدفع الآلي الموجودة ومن ثم يتوجه الراكب إلى منصة تحميل تطبيق مجتمع واعي طبعا الواي فاي متوفر ثم التوجه إلى منصة تركيب الإسوار الذكية طبعا الإسوار الذكية تحدد موقع المسافر اللي يتوجه فيه أن يكون يطبق الحجر المنزلين لمدة عشر تيام هذا وشهدت إجراءات السفر تغيرات جذرية لتأمين سلامة المسافرين فقد بادرت مملكة البحرين منذ بداية أزمة فيروس كورونا بتطبيق كافة الإجراءات وسياسات مبدأ التباعد الاجتماعي وإلزامية ارتداء الكمامات بالإضافة إلى الفحص الإلزامي للحفاظ على الصحة والسلامة العامة الخط الأول أمام جميع الرحلات القادمة من دول العالم أجمع فريق طبي مختص حيث يتم فحص الركاب المسافرين من خلال هذا الفريق حتى يتم التأكد من سلامته قبل دخوله لأراضي المملكة تم فحص المسافرين في البداية من خلال محطة نشيك لهم درجة الحرارة هناك تم التأكد من المسافر ما عنده أي أعراض خاصة بفيروس كورونا طبعا لو المسافر عنده أعراض خاصة بفيروس كورونا أو عنده درجة حرارة مرتفعة تم عزلة عن باقي المسافرين في مكان مخاص أصلا بعدها المسافرين اللي ما عندهم ارتفاع في درجة الحرارة وما عندهم أعراض يتوجهون عشان الدفع لفحص كورونا بعدها يتم تركيب صور لهم بعدها يتم تسجيلهم ومن خلال التسجيل يتم بعثهم إلى الأطباع هنا نحن نفحصهم وبعدها يتوجهون إلى الجماريك ماراثوني أجواء السفر في زمن كورونا امتلأت بأجواء مقايرة وهو ما قد يكون حال المسافرين والطاقم ليشكل حماية كاملة للمسافرين والموظفين من العدوى وانحصار الفيروس للحد من انتشاره وحفاظا على صحة وسلامة الجميع طرال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة